الجيش الوطني يخوض معركتين منفصلتين في أبيان مع متمردي الانتقالي والحوثيين أعنف المعارك تجددت شرق مدينة زنجبار وسط تقدم للجيش الوطني مكنه من تثبيت السيطرة على المواقع العسكرية التي استعادها خلال المعارك الماضية تجاوز الجيش منطقة الشيخ سالم وأحكم سيطرته على منطقة الإرسال أقرب نقطة إلى مدينة زنجبار وعلى كامل منطقة طرية ومعسكر اللواء الثالث دعم وإسناد التابع للحزام الأمني معارك الكر والفر تجددت منذ فجر السبت وشهدت هجوما مبادا نفذته قوات الانتقالي على مواقع القوات الحكومية ونصبت كمينا لقوة يقودها قائد اللواء 115 العميد سيف القفيش كانت قد وصلت إلى موقع المدرسة آخر مواقع الانتقالي في الشيخ سالم وتمكنت من أسر العميد القفيش وعدد من المقاتلين الذين كانوا معه تطور لم يؤثر على الإنجازات التي حققها الجيش الوطني وجعله أقرب إلى مدينة زنجبار التي يصر على استعادتها في طريقه إلى مدينة عدن لإنهاء تمرد الانتقالي المدعوم من الإمارات إلى ذلك تمكنت وحدات من لواء الأماجد المرابط في منطقة دوثينة بمديرية لودر من تحرير عدد من المواقع الهامة في مديرية مكيراس المجاورة وطرد ميليشيات الحوثي منها بعد معارك أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين المواقع التي تم تحريرها تشمل الإرسال وقرية آل منصور فيما يتقدم الجيش باتجاه المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون تنفيذا لمهمة بدأها لواء الأماجد في الثامن من شهر مايو الجاري بعد تلقيه دعما وتسليحا من القوات السعودية وسياسيا بحث رئيس الوزراء معين عبد الملك خلال اتصال مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث تداعيات التصعيد الأخير وممارسات المجلس الانتقالي التي قال إنها تقوض جهود الحكومة لاستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة وتزيد من معاناة الناس بدون أفوق